في حلغتين فاتوا تكلمنا عن ملوك حكموا أراضي السودان قرابة ثلاثمائة عام وعرفوا بالعبدالله نسبة إلى جده عبدالله جمع والذي كان قد جمع القبائل ثم اتحد مع الفونج لتكوين دولة جديدة تمتد بامتداد النيل الأزرق وحوض النيل وسميت بالسلطنة الزرقاء ثم تولى الأمر والحكم من بعده لابنه عجيب الذي أعجب الناس به أشد العجب نسبة إلى شجاعته وبطولته وسمي بالمانجلو ثم تتابع حكمه في أبنائه وأفاده من بعده والليل إن شاء الله تعالى حنحكي لحد آخر ملك فيهم وكيف نقل عاصمتهم من قري إلى الخرطوم إلى بحري وبالتحديد فيما يعرف اليوم بحلفاية الملوك نسبة إلى ملوك العبدالله طلح النور جليل يحييكم في الحلقة الثالثة في تاريخ السودان منذ دخول الإسلام وحتى غزو محمد علي باشا السلام عليكم وتوقفنا في الحلقة الفاتت عند الملك عجيب الملقب بعجيب الثالث ابن محمد العقيل ابن عجيب المانجلوك ابن الشيخ عبدالله جمع واستمر حكمه قرابة 15 سنة إلى أمات ودفن بقري ليحكم بعده مانجل آخر وهو ابنه بادي ابن عجيب ابن محمد العقيل ابن عجيب المانجلوك حكم أربع سنوات عما فيها الخير والسلام والأمان أرجاء البلاد إلى أن توفاه الله وخلفه من بعده ابنه دياب ابن بادي ابن عجيب ابن محمد العقيل ابن عجيب المانجلوك اختلف عن الملوك السابقين فهو كان يرى أن الملك لابد أن يتميز في زيه وشكله ومظهره حتى يكون مهابا بين الناس فكان يلبس أحسن الثياب ويقول في الأواني الفاخرة باهظة الثمن كان يخشى منازعة أبناء عمه له فقسى عليهم وأغلب مما اضطر كثيرا منهم أن يخرج خارج قري حتى لا يزيد الخلاف بينهم لكن أيضا في نفس الوقت كان مهتما أيضا بالحضارة والعمران وخاصة في أرض الحجاز أرض الحرمين فله العديد من الأوقاف في مكة والمدينة محفوظة إلى اليوم ووصف بعضهم أن أوقاف المانجلوك في أرض الحرمين قد ضمت في التوسعات الحديثة في عصرنا الحالي وتم التعويض عنها بتسعة عمائر يرجع ريعها لخدمة حجاج بيت الله الحرم حكم تسع سنوات وتوفي في شرق السودان في جولة استطلاعية كانت لتفقد أحوال البلاد ثم تولى الأمر من بعده إلى مانجل آخر غير عاصمة العبدالله من قري إلى الخرطوم إلى بحري فيما يعرف اليوم بحلفاية الملوك وهو عبدالله ابن عجيب ابن محمد العقيل ابن عجيب المانجلوك كان سياسيا محنكا وبطلا مغوارا فرح الناس بقدومه وبتنصيبه أشد الفرح وتحمس الكثير من أبناء عمه وإخوته للعودة إلى أرضهم وإلى ديارهم نصرة له وتأييدا له وتسديدا في أمره وفي عهد المانجل عبدالله خاض العبدالله أقوى معاركهم مع السودانيين والمشكلة لمن حديد يلاقي حديد ماما ماليك ولا قطة طرق وكانت الحرب في أرض المسبعات في كردفان العبدالله من طرف وفي الطرف الآخر سلطنة دارفور ليتحرك جيش قوي من حلفاية الملوك يقودهم الملك عبدالله بنفسه وفي الميمنة أخوه شمام وفي الميسرة ابن شمام محمد العقيل ابن شمام ويتحرك ذلك الجيش نحو أرض كردفان لمقاتلة سلطنة دارفور ويجعل نائبه على حلفاية الملوك ابنه مسمار ويمضي ذلك الجيش نحو القتال كانت الحرب ضروس جدا اشتد فيها القتال ودام فيها أكثر من عدة سنوات وكانت الحرب سجال بينهم وبين الفور إلى أن قام الفور بخطة عسكرية لاستدراجهم إلى أرض ومنطقة قد دفنوا آبارها فدخل جيش العبدالله بتلك الأرض القاحلة فعطش الجيش وضعفوا في أمرهم واستضم الجيشان في هجمة قوية فوراوية استشهد على أثرها الملك عبدالله ثم يحمل الراية من بعده أخوه شمام ابن عجيب الثالث ابن محمد العقيل ابن عجيب المانجلو فيستمر في القتال بعزيمة الأبطال لكن قلة الزاد وقلة الماء وضعف الجيش أدى إلى وصول الفور مرة أخرى إلى الملك شمام ليمضي شهيدا إلى ربه لتأتي الراية من بعدها إلى محمد العقيل ابن شمام الذي كان استلمها بعد أن توفي أبوه وعمه ليتولى الأمر محمد العقيل ويسحب الجيش لإعادة الترتيب والتنظيم ويستطيع أن يوقف زحف الفور لكن جيش دارفور كان قد وصلهم المدد من العربان ومن من كان حولهم في المنطقة فاستطاعوا أن ينقلبوا عليهم بهجمة شرسة توفي على أثرها محمد العقيل ابن شمام وبذلك تخضع كردفان إلى سلطنة دارفور لتصل الأخبار تباعا إلى حلفية الملوك الذي كان نائبهم وحاكبهم في تلك الفترة مسمار ابن الملك عبدالله لتصله الأخبار أنه قد مات أبوه الملك عبدالله ثم من بعدها أنه قد مات أمه الملك شمام ثم من بعد أنه قد مات ابن عمه محمد العقيل فثار غضبه واشتد غضبه وتولى الحكم وأقسم أن يثأر لهم فيتولى الحكم والأمر مسمار ابن عبدالله ابن عجيب الثالث ابن محمد العقيل ابن عجيب المانجلو ولا يكون له أهداف سوى الثأر لأبيه وعمه وابن عمه واسترداد أراضي كردفان ليطلب الدعم والمساندة من حليفه ملك سنار وسلطانها سلطان السلطنة الزرقاء الملك بادي أبو شلوخ فيرسل له جيشا خويا بقيادة أبو لكيليك فتجمع التحالف السناري العبداللهبي في جبهة واحدة لاسترداد أراضي كردفان من سلطنة دارفور حدثت بينهم عدة معارق قوية إلا أن العبداللهب وسلطان سلطنة سنار انتصروا عليهم واستطاعوا أن يعيدوا كردفان إلى حاضرتهم وتم تنصيب أبو لكيليك حاكما عاما على كردفان لكن طبعا أبو لكيليك بعدما استلم الحكم صاط الأمور أجاطة جوطة شديدة ودي أحداث مهمة لازم نتكلم عنها إن شاء الله تعالى وحتكون في حلقات مملكة سنار وصلاطين الفونج ليستمر حكم الملك مسمار خمس سنوات إلى أن توفاه الله ويدفن في حلفاية الملوك ليتولى الأمر والحكم من بعده إلى ناصر ابن شمام ابن عجيب ابن محمد العقيل ابن عجيب المانجلوك كان من ضمن الحكام القساه الغليظين على شعبه وأبناء عمومته لم يطقه الناس مما اضطرهم إلى استدعاء مجلس الحل والعقل لينفذ القرار فيه لينتهي ذلك المجلس والاجتماع بعزله ويخرج من حلفاية الملوك ويستقر في قرية أنطلحة قريب سنار بعد حكم دام ثماني سنوات وبقرار ذلك المجلس نفسه تم تنصيب عجيب الرابع ابن عبد الله ابن عجيب الثالث ابن محمد العقيل ابن عجيب المانجلو لقبوه بعجيب الفيل نسبة لأنه جسمه كان عريض جدا ويصفوا أنه صدره بس كان ثلاثة أشبار واحد اثنين ثاني شبير كان تقيا ورعا زاهدا في الدنيا أحبته الرعية حبا شديدا استمر حكمه قرابة عشرين عام وتوفي بأراضي شرق السودان ويتولى الأمر والحكم من بعده إلى أخوه عمر ابن عبد الله ابن عجيب ابن محمد العقيل ابن عجيب المانجلو لم يستمر حكمه أكثر من سنتين فبعد أن عاد القائد البطل الشيخ الأمين ابن مسمار كانت كافية ليتنحى هو عن الحكم ويتولى الشيخ الأمين الأمر من بعده ليتولى الأمر الشيخ الأمين ابن مسمار ابن عبد الله ابن عجيب ابن محمد العقيل ابن عجيب المانجلو كان قويا بطلا مغوارا ذربت به الأمثال في الكر والفر وشجاعته استعان به الفونج لصد ودحر العديد من الهجمات والثورات حكم سئلة أن توفاه الله وخلفه من بعده عبدالله الرابع ابن عجيب الفيل ابن عبدالله ابن عجيب ابن محمد العقيل ابن عجيب المانجلوب كانت الخلافات في عهده قد زادت وتفاقمت مما أدى إلى ضعفهم وتفككهم خصوصا مع أبناء الشيخ الأميم مسمار ورغم سيطرة المانجل عبدالله على الوضع إلا أنه وبعد سبع سنوات استطاع أبناء الشيخ الأميم مسمار أن ينتزعوا الحكم منه وأن ينتهي الأمر بمقتله ليتولى الأمر الشيخ ناصر الأمين ابن مسمار ابن عبدالله ابن عجيب الثالث ابن محمد العقيل ابن عجيب المانجل آخر ملوك العبدالله حكام حلفاية الملوك وكان ذلك التنصيب في عام 1797 واستمر حكمه حوالي 25 سنة وانتهى باحتلال محمد علي باشا إذا أراض السودان وإلى حلفاية الملوك عن طريق ابنه وقائده إسماعيل باشا دام حكم العبدالله حوالي 300 سنة وكانت أوج قوتهم وانتصاراتهم حينما كانوا مجتمعين ومتوحدين فيما بينهم ومع قبائل السودان بداية من جدهم الأكبر عبدالله جمع الذي جمع قبائل السودان وزادت قوتهم أكثر حينما تمسكوا بالإسلام وبالعدل والإحسان والمساواة بين الناس والتحالف مع سنار فكانوا قوة قوية لا تقهر وأيضا كان لهم مجلس للحل والعقد عزل العديد من الملوك والحكام والأمراء والذي كان فيه ذلك المجلس أنه يصحح مسار الدولة الذي قام بعزل ثلاث حكام في أوج قوتهم وعز انتصاراتهم فسلموا له خاضعين مخضعين متمسكين مقدمين مصلحة الأرض والشعب على مصالحهم الشخصية لكن كان من أهم ضعف الدولة السنارية هو اختلاف أبناء المانجلوك في أنفسهم مما أدى إلى كثير من القبائل أنهم ينعزلوا وينفصلوا منهم بل كانت في قبائل ومناطق أخرى كانت مرحبة بقدوم محمد علي باشا وشايف أنه كان ممكن يضبط أوضاع البلد بعد أن تفككت وتضعضع فالاستعداد والتسليح والتسلح والانتباه للعدو من الخارج وجمع أشتاة البلاد من التمزع كان هو أهم سبب لقيام الدولة وأول ما فقدناها كان الغزو ساهل علينا وكنا لغمة سائغة في أيدي المحتل وبالحالة لم يكن السودان قد تم استعماره أبدا في أي عهد وفي أي زمان وحنستمر في الحلقات وحنحكي القصص وحنحكي كل الأجيال وحنحكي كل الممالك وكل القرى الذين دافعوا عن السودان ودافعوا عن أراضي فيكون السودان أرض عريقة تجمع جميع الأجناس جميعا تحت راية إسلام ودين واحد وقبلة واحدة لكن بفضل الله وحمده سنحافظ على هذا الإرث وعلى هذا الأثر جيلا بعد جيل لنحكيه ويتعلمه أبناؤنا من بعدنا وحتى يدرس في جميع المدارس والجامعات ويكون مثالا للتلاحم والإلفة بين أبناء السودان سعيد جدا بالناس الدعموني وكانوا لي خير معين بعد الله عز وجل وألف الشكر لهم وإن شاء الله تعالى ستكون حلقات مستمرة في تاريخ السودان منذ دخول الإسلام وحتى غزو محمد علي باشا طلحن رجلي يحييكم السلام عليكم